اصدقائي وصديقاتي محبين في النافة الرحالي اليوم سوف اتكلم عن الفيديو الذي يعني خرج به ما يسمى بالخرج الذي كان في مدينة صفرو وبدأ يتكلم على مدينة صفرو كأنها يعني مدينة حديثة لعثة مدينة صفرو السيد الخراز من اقدم المدون المغربية التي تصدر عليها بأنها ماروك كانت من اجمل المدون وصبحة من ابشع المدون وهذا السبب للأحزاب من رؤساء المجلس البلد انا سوف اقول لك اين مكمن الداء مكمن الداء السيد الخراز السيد الخراز هو ان مدينة صفرو كانت تصح فيها ما يسمى بمولي حمد العلوي تصح السينات هنا في مدينة صفرو ولم ينجح فسأله الحسن الثاني نحمس الله عليه قال له ماذا فعلت في مدينة صفرو قال له لا يجب الله وراء العبارة الذي قال اعرفوها الناس مدينة صفرو من ثم بدأ المشكل مدينة صفرو كانت تصح في كلمة وفي ومدينة صفرو وفي اقصاء وفي مدينة صفرو اعني اظهرت على مدينة صفرو يعني هيك تقول مدينة صفرو الوحيدة التي كانت فيها ثلاثة الوزراء المسلمين 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 بطويل المسلمين يوجد وضع الملك في البيطان هذا النصرى كانت واحدة العمل ومن ثم يسمي الحظرائق على 11 يناير 17 أكسوبار 20 أكثر يسمي هذه الجزراء بسبب مدينة صفرون إذا كنت تتكلم عنها بطريقة التي نقبلها ونحن أولاد صفرون طريقة التي تكلمت عليها ونحن هذه الطريقة يجب أن يتحرك الناس ونحن نشير مدينة صفرون ونحن نذهب مدينة صفرون من أجمل المدين المغربية ونفتخرون بها ونحن نغير على مدينة صفرون ونحن نعم في مدينة صفرون وخدمتها عامين في البوليس لن يمكنك تعرف أن مدينة صفرون ليست تحديد وإذا كنت تعمل أستاذ الطريق ولكن تنهز على مدينة صفرون لك انت ت caresق escol أنت تستفيد من عبد الصادق بن عيسى في ميديان من قصص بوليسية ولكن هذا يستعمل من اللغة العربية بإمكانه حائز على جوائز في اللغة العربية ولا شواهج في اللغة العربية يمكن ان يدرجك في تلك الشيء الذي يدرج بك شيء يقول السعب الصادق بن عيسى أذهب في المومن وقلت في مطيراة دخلته الومادي أنا أتحدى كلا دخلت في المطيراة ديالك في المومن مطيراة ديالك في المومن عنده سيرذاب لا يدخلون في القياس ديالك لا يدخلون في تلك التقوبة يدخل ان هذا السيد اللي كانت مكيش كان ناحيف يعني قلتي كان يأكل غيم الارض وكيأكل غيم ذلك الشغية ما يعني ما غيكونش عنده واحد صحاء واحد كان ناحيف يعني عنده واحد دير واحد من مسلك القياس دياله وهذا المطرح هذا اللي هدرتي اليه هو مطرح من الحجر وما كملتيش الوصف ديال 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 المكان عنده مطرح وعنده واحد الحفيرة حفرها وخادم واحد واحد السيال لذلك النقاط اللي كان ينقطو من الكاف خادمهم وجيبهم الوحد الحفيرة ودير لهم طويصة النحاس بالسنسلا عبدالربي دخلنا ايام سبعة وثمانين دخلنا لهذا المطرح اللي كتقول السيد الخراج وانا قد تحددك الى انت دخلت لهذا المطرح انه لفورم ديالك ما تدخل وانا قولنا اصفروك نعرفوا ايش انه دخلات ديال الكاف انترك الله وعلم دخلت غير الباب المغاررة الباب المغاررة عنده صاريخ هذا الكاف المومن الذي تضر عليه هذا الكاف دو دانيا يعني في الكتاب السياحة و بالنسبة اليهود سيديمول الكاف يسميه سيديمول الكاف وعنده جوج ديال كيف نسمعه كاف ماشي هكذا وكاف ماشي هكذا يعني هذا الكاف اللي ماشي بل في كونترير هذا الرغادي لعنده هذا المطرح وذلك المطرح عنده واحد تقوبة من الفوق يعني كتهوير بالمعدة كيدخل منها عندما بغش يدخل من الكاف يدخل من ذلك تقوبة وكيدخل ذلك المطارح هذا هو المطارح اللي كنت تتاثر عليه أما مغارات كاف المهمينة نزيدك واحد المعلومة سي الخراج اللي ما يشتراف عن ساعة رغم أن المرزح أن هذه المغارة هي اللي مذكرة في صورة أهل الكهف فأول فتيا إلى الكهفين يقوي ما يعني حسب ما جاء في القرآن يقلب من ذات اليمين وذات الشمال يعني هذا الوصف ديال ذلك المغارة هو اللي مطبق على القرآن ومن المرزح أن هذه الفتيا اللي أبو الكاف يعني هو الكاف المؤمن وجاء اليهود أهزوا ذلك الروفات ذلك الولي ديالهم والدولة إسرائيل وهذه العملية اللي قتلوا وهكي يديروا العراسات هنا ويديروا الحناء هذا الشغل سامعوا لا أحترسي شيئا الناس الذين يحضرون لذلك من قيسة تعود على تقتار تزهار ما تزهار وقلت لها موسم الورض من دينة دين موسم الورض في الخراج وكتشار المغرب وتعرف المغرب وعاد تهضر على هذه المسائلة من دينة هي قلعة مقونة قلعة مقونة يوجد موسم الورض يعني من دينة دينة موسم الورض يعني من دينة تبحث أن القضايا يعني ذلك القضايا اللي كتقول قصص بوليسية كتشالها لا يمكنك شيئا يبقى كل نهات يبقى الساوء وكتشالها يعني سوف يتسلو وحتى هذا كل يعني ذلك المتثبيع ذلك لا يوجد متثبيع متقافي متثبيع غير يدوز 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 يقول الخراج ما بالنسبة لأحد متقاف يتسنت الناس الذين يقرون روايات الذين يقرون الذين يقرون الذين يقرون وقرون والمنطقة وقرون 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 تهتشكل ما قررت ولكن لقد قمت بخطية وقد قمت بخطية الزوز التي كان فيها بندان وقويد مفتاح وانه كان من أحدهم كان من أصحر هذه العصابة من الزوج كانت توقفه كمني على مقابل كان لفيد من أحد الغارج كان يقع موقع فيه وفي المرأة كانت الرجل الذي يحترمه ساكينة صفره كاملين وهو سيحة سنة والخميساس سيحة سنة والخميساس يعني الرجل عارف ما يفعله عنده إجازة في الحقوق كي يحصر صغير كي يحصر مكبير عارف كيف يخدم هذا كل ما يقال لهم في الكوميسارية قالوا ميلا بغينا ان بدأوا التقلاب بدأوا من الكوميسارية انه عارف بأن رجال الامن فيهم تمال يخدمين معه كي يستعملون مخدرات قالوا ميلا بداوا الخدمات بدأوا من هنا السي الخراز كان ساكن في الهبطة ديال الزغوة يعني الهبطة ديال ترقبوا على ساكن في واحد السفلي سما يعني باب واحده وصراج مواله ومسي ومضلم كذلك هذا قنديل قبل علي قنديل البيضاوي اللي كانوا يسميه البيضاوي كان ساكن في مقسم ساكن في واحد السفلي مضلان دخلوا له هوا ليدك دخلي لماذا يختارهم وماذا يستعملون انه يخافوا لهذه السفلي لهم يكونوا مخباء ومعندوش من يطلع عليه بنادم من يدخلوا بنادم اما الناس اللي خدموا هنا في السفروا وخدموا بنازاها وبشافافية مثل هم هذا ركن ساكن في سيدي حمتالي ساكن مع عامات الشاب يعني كيدخل مع الجرار وكيدخل في الحي ودخل في الحي ومع ماذا اليوم من هذا يأتي إلى مدينة صفروا ويحترموا الساكن هذه الصفروا لأنه انسان عنده احتراف مدينة صفروا عرف كيف يخدم يعني هذا هو الرجل المناسب في المكان المناسب وبهذا الفيديو اكتفي الى فيديو اخر غير نقول لك السيء الخراج بان ركني ودخل اللي لم أجبته ونش الطريقة لكي تكلمتي على مدينة صفروا ونش احد من الذين مكتبنا لكي تكلمتي على المدينة صفروا لا شيء كننقدك او حقاديعليك أنا من المحبين للمدينة صفروا ومن الغيررين ومن السليسة للمنزل الخدمة ركني لا أعجبت للمدينة صفروا بالنسبة للصحة سامرة ماذا يأتي اليوم من هذا لأنه لديه ولده من هنا في مدينة الصفرق يأتي يرحم عليه والساكنة الصفرق كما قلت سابقا تحسرمه بهذا الفيديو أكتفي إلى فيديو آخر إن شاء الله والسلام عليكم